ذكرت صحيفة Wall Street Journal أن السلطات السعودية مارست ضغوطاً على الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي لإجباره على التنحي عن السلطة وأفد تقرير نشرته الصحيفة بأن الرياض دفعت هادي إلى التنحي وقيدت الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك وفقاً لمسؤولين سعوديين ويمنيين ونقلت على المسؤولين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أخبر هادي أن القيادة اليمنية الأخرى اتفقت على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة فيما قال مسؤول سعودي ثاني أن قلة من السياسيين اليمنيين سمح لهم بمقابلته بموافقة مسبقة من السلطات السعودية ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية أرادت من خلال خلعها لهدي توحيد القوى المتبينة المعارضة للحوثيين قبل محادثات السلهم اشتركوا في القناة